ينتظر أولياء أمور إعلان وزارة التربية والتعليم عن مواعيد وتعليمات الانتقال بين المدارس الخاصة والحكومية للراغبين بنقل أبنائهم فهل أنهت الوزارة تعديلاتها بهذا الخصوص للحديث حول هذا الملف نرحب بأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية دكتورة نجوة قبيلات أهلا بك دكتورة وأسعد الله صباحك أهلا بك صباح الخير وصباح الخير للسادة المشاهدين أهلا بك دكتورة لربما السؤال الذي يسأل اليوم عن مواعيد وتعليمات الانتقال بين المدارس الخاصة والحكومية للراغبين بنقل أبنائهم هل ستختلف هذا العام عن عام الفائت ومتى ستصدر هذه التعليمات نعم هي أسف قبول الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين وانتقالهم لقد أقرتها جنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم أول أمس وتم تعميمها لجميع مدريات التربية والتعليم وهي تعديل طفيف الذي جرأ عليها حيث تم تعديل المدة المسموح للطلبة الانتقال أثناءها ففي العام الماضي كان يسمح لي أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الأول الانتقال أما الفصل الثاني فكان يسمح لي أول أسبوعين التعديل الذي تم هو فقط تحديد المدة في أسبوعين من بداية العام الدراسي يسمح للطلبة الانتقال بين المدارس سواء كانت حكومية أو من حكومة لخاف أو العدس نعم طيب دكتورة نجوة نعم في إضافة أنت تعلم أن التعليم المهني الجديد الذي سيبدأ من الصف العاشر مشروع بتك الذي ستطبقه الوزارة لهذا العام كان لابد من إدراج مادة خاصة به والتي أيضا تحب من التحويل والانتقال بين التخصصات فقط أيضا لمدة أسبوعين من بداية الفصل الدراسي نعم في العام الفائت كان هناك قوائم انتظار وتحددتم عن هذا الأمر ودعوتم المواطن الأردني للصبر قليلا لحل مشكلة لربما تفاقمت في العامين الفائتين بسبب الأوضاع الاقتصادي كنا نحكي عن الأوضاع الاقتصادي وهذا سبب من الأسباب التي دعت المواطن بنقل ابنه من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية في هذا العام هل سيكون هناك قوائم انتظار وتحددتم سابقا عن مدارس جديدة وأيضا حل مشكلات في بعض المدارس هل دخلت إلى الخدمة هذه المدارس؟ نعم يعني أنت الآن تحدثت عن أكثر من ملف نعم الملف الأول هو انتقال الطلبة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي للآن لم تصلنا إحطائيات بأعداد كبيرة يعني فهي ضمن المعدل الطبيعي في بداية الأسبوع الأول من الدوام ستظهر لدينا أعداد الطلبة المنقلين الخاص إلى الحكومي أو العكس ولكن يبدو أنه يشهد العام الدراسي استقرارا في عملية انتقال الطلبة بين المدارس أكثر الملف الآخر وهو عدد المدارس التي سيتم إشغالها مع مطلع الفصل الدراسي الأول فهناك 21 مدرسة ستدخل الخدمة لأول مرة هذا الفصل الدراسي بالإضافة إلى مجموعة من الإضافات الصفية لمدارس قائمة أي بما مجموعة 482 غرفة صفية ستكون مع بداية الفصل جاهزة لإشغالها إن شاء الله تعالى بالإضافة إلى مجموعة غرف رياض أطفال حوالي 74 غرفة رياض أطفال ومتوقع حتى نهاية الفصل الدراسي الأول أو نهاية العام الميلادي لغاية 31-12 أيضا سيتم استلام 26 مدرسة جديدة يعني تجاوز نسبة الإنجاز فيها 80% بالإضافة إلى مجموعة من الغرف الصفية بما مجموعة 492 غرفة صفية سيتم استلامها حتى نهاية العام الميلادي هذا إن شاء الله نعم دكتورة نجوة فيما يتعلق بالفترتين دوام الفترتين في بعض المدارس هل سيتم التخفيف من هذا الأمر مع دخول هذه المدارس الجديدة وزيادة الغرف الصفية وهل هذه الغرف في جميع محافظات المملكة؟ أنا آسف بسألك سؤالين سؤالين عشان أقدر أخذ الأجوبة بشكل سريع نعم توزعت المدارس على مختلف مناطق المملكة في منها نفذ عن طريق وزارة الأشغال وأخرى نفذت من خلال وزارة التربية في منها من مشاريع المركزية في منها منح في منها مشاريع وزارة التربية والتعليم من موازنتها المركزية وبالتالي هي غطت جميع مدارس المملكة نعم نعم سيكون هناك بعض المدارس للتخلص من مدارس الفترتين إن شاء الله تعالى كل هذه الإحصائيات في الأسبوع الأول ستكون واضحة تماما مع استقرار عملية الانتقال بين المدارس وسنعلن عن هذه الإحصائيات كاملة إن شاء الله نعم أخيرا إلى أو ماذا نوجه للأمهات للآباء لكل يعني العام الدراسي الجديد على الأبواب نعم قبل أن نوجه رسالة لأولياء الأمور نحب أن نطمئنهم أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة لأن تكون جاهزة حيث أنها أمنت في هذا العام حتى الآن حوالي 8860 جهاز حاسوب وطرحت عطاء آخر تقريبا بقيمة 5000 جهاز وأيضا عطاء ثالث ب3000 جهاز وهذا لأول مرة وزارة التربية والتعليم سيتم توريد هذا العدد من الأجهزة بالإضافة إلى حوالي 91% من الكتب الآن أصبحت في المدارس وأيضا توريد المقاعد وتصنيعها يتم كما هو مخطط له نعم فرسالة لأولياء الأمور يعني اختيار المدرسة الأقرب للمنزل وعدم اختيار مدرسة بحد ذاتها ويعني وضع الطلبة على قوائم الانتظار يعني التعاون مع وزارة التربية والتعليم حيث تعطي القبولات حيث تتوفر الطاقة الاستيعابية في المدارس وأن لا نذهب إلى مدارس بسرسين قدر المتطاع ونتمنى لأبنائهم عام دراسي مليء بالنجاح إن شاء الله وكل عام دكتورة نجوة بنعم أو لا نتائج التوجيه قربت أو لا عندي خمس أشخاص هون حوالي عم بسألوا قربت أو لا والله يعني زي ما يعني طرح مدير إدارة الامتحانات يعني هي رح تكون يعني بعد منتصف الشهر هذا نتمنى توفيق للجميع نعم شكرا لك دكتورة نجوة بيلاة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية المالية مالطاة مالطاة ؟ مالطاة مالطاة